اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً رسم مهندس مستطيلاً قيس طوله بسنتيمتر 12 وقيس عرضه ثلث قيس طوله ثم رسم محوري تناظره وربط نقاط تقاطعهما مع أضلاع المستطيل بقطع مستقيمات فتحصل على رباعي الشكل الذي رسمه المهندس يمثل تصميماً وفق السلم واحد على خمسة آلاف لقطعة أرض يعتزم مخبر فلاحي تخصيصها لتجريب مشاتل جديدة تكفل الباحث المجرب بتخصيص كل ربع من المستطيل لتجريب شتلة من المشاتل الأربع فلاحظ أنه يتصرف في عدة اختيارات أرسم التصميم الذي أعده المهندس الإجابة أبحث عن قيص عرض المستطيل عرض المستطيل يساوي 1 على 3 قيص طوله يعني العرض يساوي الطول في 1 على 3 وبالتالي العرض يساوي 12 في 1 على 3 يساوي 12 على 3 يساوي 4 سنتيمتر أرسم التصميم الذي أعده المهندس أولاً أرسم مستطيلاً طوله 12 سنتيمتر وعرضه 4 سنتيمتر كما يبينه الرسم التالي ثانياً أحدد في المرحلة الثانية محوري تناظر المستطيل وهما المستقيمان اللذان يمران في منتصف الطولين والعرضين كما يبينه الرسم التالي ثالثاً أما ثالثاً وأخيراً أربط نقاط تقاطع المستقيمين مع المستطيل لأتحصل على الشكل التالي أحسب الأقيسة الحقيقية لأبعاد كامل قطعة الأرض الإجابة وفقاً للسلم واحد على خمسة آلاف فإن واحد سنتيمتر على التصميم يساوي خمسة آلاف سنتيمتر في الحقيقة وبالتالي لنعرف الطول الحقيقي للمستطيل نضرب الطول على التصميم في مقلوب السلم الطول الحقيقي 12 في خمسة آلاف يساوي 60 ألف سنتيمتر يساوي 600 متر نعتمد نفس الطريقة لنجد العرض الحقيقي العرض الحقيقي 4 في خمسة آلاف يساوي 20 ألف سنتيمتر يساوي 200 متر ما نوع الرباعي الذي تحصل عليه والذي تنتمي رؤوسه إلى أضلاع المستطيل ومخالفة لرؤوسه أعلل إجابتي الإجابة هذا الرباعي أضلاعه متقايسة وقطراه متعامدان وهي خصائص المعين لهذا فالرباعي هو معين أقارن قايس مساحة الرباعي المتحصل عليها بقيس كامل المستطيل الإجابة أبحث عن قايس مساحة المستطيل مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض الطول يساوي 600 متر العرض يساوي 200 متر مساحة المستطيل تساوي 600 في 200 يساوي 120 ألف متر مربع أبحث عن قايس مساحة المعين مساحة المعين تساوي القطر الكبير في القطر الصغير على 2 القطر الكبير يساوي 600 متر القطر الصغير يساوي 200 متر مساحة المعين 600 في 200 على 2 يساوي 60 ألف متر مربع في النهاية يمكن أن نستخلص بأن مساحة المعين تمثل نصف مساحة المستطيل أرقم المثلثات الثمانية المكونة للرسمة باستعمال الرموز 1 ألف 1 باء 2 ألف 2 باء 3 ألف 3 باء 4 ألف 4 باء لأبين الطريقة التي اخترتها في توزيع المشاتل على فضاءات القطعة الإجابة ترجمة نانسي قنقر